السلام عليكم مرحبا بكم نورتو نورتو قناتي قلس نينا نقولكم اهلا وسهلا بكم يا ارمع واجمل ناس في هذا الدنيا قبل ما نبدو الحكاية التالى ما ننسوش الحكاية التالى القناة كامل للعبرالبنات لازم تستفادوا منهم مشي غين تفرجوا ونروحوا لازم نستفادوا من القصة ونشوفوا التعليقات والنصائح اللي رح نيعطوهم الناس اللي سروا لهم هذو العفايس يعني وعندهم خبرة علينا يلا نصلوا للنبي عليه افضل صلات وسلام ونبدأوا الحكاية التالى والقصة اشتدت تالى سلام انا اسمي فريال وجد نحكي لكم حكايتي حبيت انقولكم كي الوحدة النوعية من الناس اللي يحبوا من قلبهم ويخافوا على شرك حياتهم انا فريال كبيرة عالدار وعندي ثلاث خواتاتي قال مني متزوجات وانا الوحيدة اللي قاعدت متزوجتش قاعدة نستنى في مكتوبي كنت عندي عقدة من هذا الشي كنت نقولها لها نا متزوجتش يخي ما فييش عايب يخي منيش معه وقع وانا طفلة رزينة وضريفة ونخاف ربي وما ديتش حاجة تفزت سمعتاي والله بالصح كان دايمن هذا السؤال في راسي ولكناني صابرة والحمد لله مجيت ليه مجيت ليه مجيت ليه رح رجل اختي احمد عنده صاحبه سامير يا رفو مليح مليح شايفني خطرة مع اختي جال سامير عند احمد قالوا را عجبتني طفلة اللي كانت معاكم وراني ناويها اللحلات قالوا احمد هاذك را خدت مرتي قالوا سامير ايه ملا شوف لي معها وكيفش نتزوجها قالوا احمد مشكيتش اذا رح تقبل قالوا سامير علاه متقبلش بيها غير الخير قالوا شوف يا صاحبي انت متزوج وعندك بزيف معا مرتك وزيد انت بعقلك يعني رك كبيرة عليها وهي راه في عمرها لتزوجت قالوا سامير انت قلها وبلك تقبل قالوا احمد تخلاص ملا بصح انا رح نقولها كلش يعني بلي متزوج وتحب مرتك وراك عايش معها ومكش رح تطلقها قالوا سامير ايه احسن بغيت انا يا نبني معها بداية وهي عارفة ليا كلش ماما دارت عرضها ولمت خواتاتي ورجالهم قلت عشينا كم منا قال لي احمد عندي هادرة معك وما عرف اذا تواثقي ولا لا لا قالوا تفضل خويا قال لي عندي صاحبي رعناوي كل احلان انا فرحت مت بالفرحة واخيرا جاء النهار اللي كنت نستنى فيه قال لي استنى ينكمل استنى ينكمل عادرتين من بعدها نشوفك اذا تضحكي ولا لا لا قلت له لا غال خير ازوج ميفرح ولوش الناسة قال لي لا لا بصح سمعيني مليح للاخر قلت له ايه قال لي ايا هو متزوج وبعقله يعني ما هوش جنس غير قدك قلت له وش فيها انا المهم مرته هو تكون عارفة باللي رح يتزوج وتكون قابلة ما كانش مشكل قلت لهش حياة من واحد متزوج بزوج انسة وثلاث انسة حتى للرابعة وعايشينا حياتهم نورمال والحياة تستمر احمد رجال اختي خرج عينيه فيها وتشوقها مسكين قلت لي ماما شوف السيدي تدي واحد متزوج وعنده مرته وعايش حياته قلت لي علي انتية متطلقة ولا ارملة حتى انت تزوجي بواحد متزوج وش بك وقل لها بلت انتية في عقلك قلت له شوفي يا ماما انا عندي بزاف وراني نستنى في مكتوبي ايجي وربي اذا قدر لي نتزوج بواحد عنده مرته وانا الثانية رح نتزوج سواء بغيتي ولا كرتي هذا يبقى مكتوبي كملت الصهراء وكي جاو اخوتاتي يا اي روحو قالوا لي شوفي يا اختي وخمي مليح مليح زوج مشي لاب ويخي على بالك باللي رح تشاركي راجلك مع مرعا وحد اخرى ورح تكون مشاكل كبيرة حتى اذا كانت مرت وقابلة رح تكون مشاكل بيناتكم خمي مليح مليح مع روحك وانا قعدتها كخممت خممت مليح في هذك الليلة يعني يقولوا مرقدتش اخلاص واتخذت القرار التاعي اني نقبل وانا من نوعي اللي اذا حطيت حاجة في بالي رح نوصليها وراسية بس اخلاص ما انسمعش الهاضرة رجعت لخبره للاحمد راجل اختي وقلت له راني قابلة قليت بري راسك انه ذو كان عايت له ونقل له عايت له قل له واحد اليومين هاقضات واصلت مع سامير واحدرت معاه على اساس مرته قابلة وانا اجبته وقال لي نجينا خطبك ونديلك كلش كما باقي انصى المهم حطيت والديه في امر الواقع في البداية ما قبلوا ليش من بعده ولو قبلوا جا سامير اخطبني واعقدنا ودرنا حفلة صغيرة ورحت معاه لدارنا وسكنت معاه في البداية ما كنتش نحاوسه على ضرتي ولكنت حبا نعرف كيفاش علاقته معها قل لي سامير شوفي يا فريال هذي دارك واللي يالتحت تسكن ضرتك سامير عنده زوج ديار في عمارة سامير ملي حمعا حوسني وكنني يشربني يلبسني الحاجة اللي نشوفه يشري هالي والعافة اللي نلمحها وتاجبني يجيب هالي يندرها ماء ويعطيلي ونروح انا نشري يعني يا ماييشني احلى عيشة والحمد لله حاجة اللي كنت انا ملاحظتها انه عمري للمحت ضرتي ولا شفتها طلعت ولا هبطت ولا سمعت حسها فاتوا ايامات وليت نشوف سامير لاسق في تليفونه ما يتلقوش خلاص خلاص نشوفه دايما لي سقسياليها ركم ليها تغديتي تعشيتي حتى ويكون عندي ويكون معايا بصح بالو مشغول غير معاها هي نرمال مو انا عروسها والاهتمام كامل بكلية مش يهتم بها هي مرت مولف بها وهذه الحفزة كانت تقلقني بزيب وكنت ونقول في قلبية كي يهتم بها قاعها ويحبها ويبغيها علاها تزوجني انا وليت دايما نجبت في المشاكلة معاه قال لي سامير مفهمتش انا علاها ركيت غيريها منها وهي راي خاطياتك مطادرة معاك ما تلاقيتي بها ما شفتها في وش قلقاتك بارك علاها تكره اياك اخي حتى هي مرتك قلت له لبالي باللي يا مرتك وراني قابلة من الاول الحاجة اللي قلقتني انو انت كي تكون معايا تسقصي عليها بزاف وتخمم فيها يا خير انا بالدالة علاك تكون هي دلتا نقدر معاك تسقصي عليها مثلا اخي لالا بصح انت كتكون دالتي انا ومعايا وانت تقدر معاها قدامي ومدلش حساب مين با وكأنه جيك عادي جدا قال لي سامير اخلاص كوبي علينا السجي هذا وحب سيبت جبدي في المشاكل انا لعلت الشيطان وقلت ماكا ينوالو اخلاص لازم افوتها واخلاص فت واحد النهار كنت عند ماما وبقينا نحكي وبشوية بشوية بديت نفض فضلها كو نشكي لها هي قاتل انتي اللي بغيتي وكان على بلها اتمالة والاسواج الضاركي فاشدير ولازم تاخذي حذرك منها قلت لها قد يسمى راكي معاها انت قاتل لالا يا بنتي يا اخي عمرك قال شفتيها ملا متعمرش راسك كبينو وبيناء بسحكي كون عندك راجلك كون يقاف زالي يعني لبسي له عدلي روحك قادري معاه اهتمي به شغاليه عليها يعني متخليش الفراغ بيناتكم حتى يبقى يفكر فيها وبالو عندها ودعيش انتي يلا بيس بيك كاعد انتي اللي بغيتي هذي اللي معيشة يا بنتي احنا قلنا لك بلي الضرة ومرة وحنا حذرناك لقيت روحي انا وينش كيلهم يردوا اللوم علي واللي تنسكت انا ومشت الي ايام ووجت الي ايام لقيت روحي بالحم فرحت فرحة كبيرة وعرفت بلي ذرتي وسامير ما جابوش الولد وكين سقسيه يقول لي يا قسمه ونصيب ما كتبش ربي وخلاص واللي يوم عرفت بلي سبا ماشي في راجلي في مرتو اللي متجيبش الولد وبلك هذا السبب الرئيسي اللي تزوجني به واللي هي الولد وانا في فترة حملي نتقلق في الساعة يني نتقابضة معا راجلي في كل دقيقة وندير المشاكل لأدفع الاسباب هو كان مسايرني وكين شوفني راح نكسر له راسه واللاقضاء واللي يخرج ويرجع يجيب لي معا حاجة يراضيني بيها المهم انا كنت نسخف كينشم رحة الطيب من عند الجيران وكان ضررتي كل ما الطيب حاجة تزلي معا اللي خدمة تاحا يني اللي جيت على بنا تبعث لي الماكلة كيكا كاش عفسها هكذا وكل مرة تبعث لي حاجة انا حالت قلت عليش زعمها هي ما تجينيش وتطلع لي الماكلة ونستقبلها عادي عادي المهم نعرف شكون هي ضررتي ونطفي نار الفوض اللي راها في قلبي وكيف الشكلها سيمي الكلام وصيني تايما ما نقدمش لها وكل واحدة تشتارها حتى نقولي انا نقول له واشنطام زوج بملكة جامال وقيلة حتى خايفة عليها ملعين ولا جنية ولا هي بحكلك عليها كاش واحد اي قللي لا لا غير باش ما ننفيتي والمشاكل برك وانو صحة عمري وانوالي نسكت وانا ما اعنديش علاقة مع الجينان باش انسقسي ولا حاجة كنت اذا اهبطت ولا طلعت غير سلام سلام لا باز بخير الحمدولله وانكمل طريقي فات مرحلة حملي وجه الوقت اللي نولت فيه داني راجل السبيطر وحطني وراح ايه كي ما اسمعتو اراح انا دخلت وليدي سيزاريان وقعت خمس ايام جاو عندي ماما اخوتتي يطلع ليه هو باك تكفل بمصاريفي انا ملقيتش وانا شراجلي في اكثر وقت كنت محتاجاتو فيه وما جيش شفو ولدو ولا حتى سقس عليه وكأنو مفرحش خلاص به جي اليوم اللي نخرش فيه جي سامير هز ولدو باسو شمو حضنو انا كنت دم طالع لي للراس وهز عليش نيفية للاخر كي كنا في الطريق للدار قتلوا وين كنت نهار اللي كنت محتاجاتك وين راه هي ابوتك للابوة افعال قال لي بمعنى واش ركي حابة توصلي زاما قلت له انا معرف الاب يكون ملاهوف على ولدو يكون على اعصابه ويكون يستنى ويقتش يولد المولود قال لي انتي مراكي عارفة والو واش فوته وعلش مجيتش قلت له قول لي على مجيتش زاما قال لي مهمكش اللي يهم ولدتي بخير والحمد الله يا ربي وليدنا اللي باس علي الدنيا وما فيها وانتي ركي نفسها ريحي اللي يروحك كي ترتاحي النهار نهضره وصلنا للدار ادخلت لقيت الشومبرة هذيك فيها الدوحي يعني سيني صغير وحوي يجي انتعى البيبي من ضمين واي حاجة نحتاجها صح ما كانتش بكري ثمياني قبل ما نولد بصح كي روحت لقيت كامل عفايز اللي نحتاجهم ثم ما كان نقصني والو وما كان بنقص علي حتى حاجة قعدتنا يا شي سمانتين هكيك عندو وازيت روحي شوية وقررت ندير السبوع الوليدي جاءوا لفامين تاعي وانتعى راجلي والعفزة اللي محايرتني انهم كية جاءوا وقعدوا شوية وداروا الوجب وهبطوا عند ضرتي قاعدوا معها حتى اللاشياء وروحوا انا قلت في قلبي شكون اللي ولدت انا ولا هي شكون المريضة انا ولا هي شكون اللي يزمين من الدول هالبقت انا ولا هي وش حتى انا منيش مقبولة هكذا عندهم قلت ما نقصنش راسي فيهم اخلاص يديروا اللي يحبوا اللي فرحة معايا نفرحة معاها اللي مفرحتش لي الله لا فرح يدزوا معاهم لا علينا كمل السبوع ووحد النهار جاء عندي سامين وقال لي فريال حبيت نطلب منك طالب ونتمنى ما ترفضيش لي قلت له ايه تتفضل قال لي راني حاب ندي البيبية تشوفونا سيمة اللي هي ضرتي قل لي مسكينة هي تحرمت من امومها وحبت تشوفو ونا نديهولها شوية ونرجع خممت شوية وقلت يا اخي معا بابا وفي امانتو نورمان قلت له ايه لبستوها بطواكا شي ساعة عاود طلعو قل لي شكرا قلت له نورمان حتى اذا اكانت جارتي وما عندهش الولاد وحبت تشوفو ليدي وتهزوها كشوية كنت راح نمدولها باتولي يام ونسي ماء ولو يتزايدو وطالباتها وكان سامين يقل لي وجديه ولبسيه ورضعه ومديهولي ينهبطو وله كل يوم يروح لها ويقعدو عندها كثر ما يقعدو عندي انا تقلقت وقلت اليوم ما نفروها جاراج لي قلت له شوف انا حب نعرف عند مرة نبعث لوليدي جاميلة شفتها حتى منتي فونك ما كانش في طواتها قل لي وش ديري بهم هي لي ما بغتش تتصور قلت له انا بغيت نعرف شكون هي وكيفاش تعمل وليدي وكيفها مرة ما نعرف هاش وجاميلة شفتها نأمن لها وليدي عندها تزيد نفل هادرا هكا انا ويا وقلت له يا اما نشوفها يا اما ما يزيدش ولدي يا بطعنتها قل لي يا اخي هكا بغيت تشوفيها ما لا استني الشي ربع ساعة هكا انها بطعنتها ونقل لها ونجي بالصح من بعدها متلو مينيشا قلت له ايه ما عليش وهبطو انا رحت وجدت روحي ملي حملح وستيكيت عمري باش من بنش نبهت لقدامها بعد ربع ساعة جاء سامير قال لي هايا لبستها بيتي هنا وخيماري وهبطنا دقدقنا في الباب فتحتنا هذيك الخدمة اللي ملفت معها الماكلة انا تقلقت صراحة وش حاس بروحة هذي حت تنزع ماء مجيش تفتحها يا الباب و تستقبلني وزيد راي في شمبرتها اه يا رب العالي كيفش راح ندير معاها وش هذي وش حاس بروحة قال لي سامير هايا كي دخلتنا لشمبرتها ثم كانت الصدمة لقيت مرتو في حالة لا يرطى لها مسكينة محتوطة فوق الفريش ما تتحركش خلاص بي كانت كيل غزيلة ما شاء الله عليها بصح المرض هذا ما خلالهاش وقاعد هيكل فيها غرب الشوية انا في ذيك اللحظة فتع لي السيناريو تحيتي كامل كيفش كنت ظلمتها وعرفت عليها عندها خدامة بيش تعاونها مسكينة وانا كنت حزدتها على الخدامة ونظر ندير في المشاكل علش هي عندها خديمة وانا ما عنديش خديمة بسكو هي ما تتحركش إلا إذا هو ما أهزوها عرفت عليها ما استقبلتنيش عند الباب عرفت عليها راجلي كان دايما يخمم فيها وقلقان عليها طح ودمعات من عيني وغضتني بزا 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 روحت سلمت عليها قتلي ذرتي ناسيما أقعد قتلية أعلى بلية كنتي حابة تشوفيني وكان عندك فوضون على عمرك للمحتيني والله حتشفتيني بك أنا أحكي لك ويش كان مخبي سامير عليك أعلى يا أنا كي تزوجت بسامير كنت حابة نجيب منه الولاد بصح ربي ما كتبش ومرزقنيش ربي بعد سنين وأنا في نفس الحالة ما عنديش لولاد قلت لسامير يلا نروح للطبيب بش نعرف المشكل إذا فيا ولا فيك بصح واقل مك الله نبدو منذ كالطبيب ودواوات خلي نزيد ونصبر وشوي وإذا ما كانش نروح للطبيب قلت له ما عليش عشنا مع بعض حياة سعيدة شفتي يا هذا الإنسان إنسان عايقل بزاف ويحبني وجاميلة دار لي حاجة ولا عف ستقلقني بعد أيام كنت لباس بيا حتى نلقى روحي طحت ودخت وداني سيامير لصبيطة يعني جرابي وإكتشف باللي عندي حاجة اللي بدلت لي حياتي 180 درجة واللي هي عدي ورم في الدماغ ربي يعافينا ويعافيكم إن شاء الله منه هذا مرض كبير وصعيب كلفني بزاف من صحتي وجوزت أهلا ما يعلم بها غير ربي سبحانه ومن ثم وأنا من صبيطار لصبيطار وعمليات وكتارفي والدواوات وكلش وعانيت اليومنا هذا كي جيت أنت يا حبيت النوض نستقبلك بصح ما نقدرش وكان النوض نضخ وعندي بزاف مشاكل صحية وركت تساءلي ذركة علىها تزوج راجلها وهي في هذه الحالة وكان لازم يوقف معها ويكون نسند لها أنا كنت عافاة اليوم ولا غدوة رح نتوفى بسبب المرض عليها صح تعالجت ودرت كلش وارتحت ولكن المرضى يزيدها وديحية من دارها وجديد فيها وأنا معاناتي ما راحش تكمل وقالت لازم نزوج راجلي باكي نموت ما نخليش وحده بغيت ويتزوج وكان شرط انتاعي أني نشوف أولاده قدام عينية والحمد الله يا ربي جرب أحظه ورزقه ربي سبحانه وربي يحفظه إن شاء الله ويحفظ لوليداته يا ربي ما حبيتش نموت وراجلي ما عندوش الولاد حبيت نموت وأنا هاني ومطمنع لي لخاطر هذا الراجل شفت منه غير الخير ومنهار اللي طحت فيه وهو واقف معايا كان راجل ونص وكان سند لي أنت على الصح وما حب توزدت عندي بلي بس على بلي ما يعجبكش الحال كيراني نقول له ولا نقول لك ما حب توزدت عندي ولا نحكي عليكي ما هكا بصحة ذهب الواقع وأنا عارفة بلي سامير ما راحش يظلمك ولا يظلم وليدك ولا نحب بل منصلك ميساج ونهدر معاك باسكو دايما نديني المشاكل معاه في جورتي وضوك على بلك عليها يفضني عليك لأني أنا مريضة ومحتاجت أكثر منك وإذا ما جتكش من قلة الاحترام ولا حب تنقلك خليلي يوليدك ساعة على ساعة يجي عندي ونشوفه أنا حب نجرب إحساس الأمومة قبل ما يدي ربي أمانته هي تحكي وأنا تموعي شلالات وأنا مقولي في قلبي يا حمقاء يا البهلولة أنا اللي كنت ظالمة أنا اللي كنت شاكة في راجلي أنا اللي كنت نكراها بلا ما نفي قبل ما نحس عليها الواحد لازم ما يتسرعش هذه المرأة المسكينة وعدتها وقتلها وليدي كل يوم يهبط عندك ويجي ليك قلت لي نسي ما أروحي عن قنية عن نقطة وقررنا نبدأ وصفحها جديدة روحت لداري قال لي سامير ذوك ارتحتي كعرفتيها قلت له ايه ارتحت وأنا بغي نطلب منك السماح قعدت وخممت وقلت ويش ذنبها مسكينة ذنبها أنها مربي مرزقهش بالولادة ولذنبها أنها مريضة مسكينة قعد وجود وليدي عنتها يفرحها ولو شوية وتسمع حسه وتشم ريحته وتهزهك وتبوسه وحتى تلعب معاه على الأقل تضيع وقتها يعني ما تحسش بالوقت وبالسطر وبالوجهاته على المرض وتحس شوية بالشعور الأمومة كي جاراش لي قتله وما لعدش نستنيك تجي بش أطابط لها وليدنا إذا ما كانش مشكل وين نكمل شغالتي نعود نهبط لها أنا ياه ونقعد معها ونونسها ونحاول ننسيها شوية في مرضها وفعلا هذا كاللي صار وفي قراجلي على اقتراحي ولد دايما نهبط عندها وكي نكمل شغلي ونكمل شغالتي كامل وأموراتي نحكم وليدي ونهبط عندها ونونسها حتى وليدي بدأي يهدرها ولا يقول لي ماما ويقول للنسي ما ثاني ماما ولا عندي زوج أمه هاد فرحت نسي ما وسامير وزيت قيمتي في عين راجلي بزاف بزاف ولا يحترمني كثر من قبل وتبدل معايا 180 درجة علاقتي معاه ولت مطورة متصورش كيفش ولا يحبني يحب ماشي هادي كي شافني كيفانا عاملت مع نسي ما وحسيت بها كاعة مسكينة ولا حوله ولا قوته لها ما كانش حاجة اللي تخليه نحقد عليها هي راي في أمس الحاجة لي وليه باش نوقفوا معها وعالاقتي معها مليحة لحد الان والحمد الله يا ربي راجلي زيت تحتها رمته بزاف بالأخص كي شفته كيفاه حقق أمني تمرت من السيمة أنها تشوفه متزوج وعنده لولد هو حافظ على مشاعرها وأحاسيسها وفي البداية كنت نتقلق منه كان كل جثة عندي وعاقله أحاسيسه كامل وحبه الكبير كان عندها بصح بعد ما عرفت وش صرا تقلبت كامل الموازين الحمد لله لأني عرفت واحد كي ما هو كي ما راجلي الله يبارك وعرفت أنه كي الناس تحب صح من قلبها احنا دايما نسمعوا باللي ما كيش منها الراجلي يحب من قلبه ما يضحيش على مرته بصح سيمين الراجلي لقيته صح حب مرته وصح يضحي عليها وهذا هو الرجل الحقيقي والسند الحقيقي والله أنا نوصل نهاية حكايتي إن شاء الله تعتبروا منها اللي صح تمليها يحمد ربي اللي عنده صحة ولباس عليه واللي ولدته وجبته ولاد تحمد ربي وتشكره وتشكر ربي على النعمة اللي يعطىها لها كي الناس رهتاني أكثر منكم والحمد لله دائما وأبدا نلتقي في قصة أخرى إن شاء الله والله نكون نهاية القصة والحكاية تانا إن شاء الله تدوا منها العبرة وتخلوا لي للتعليقات التاعكم الجميلة فيما تخص القصة والحكاية تانا إذا اعتبرتم منها وعجبتكم كي نحن بنات بزار حابني أبعثوا لي لحكاية تاعهم ما عرفوش كيف شي تبوصلوا معايا ونقول لكم عندي الأنستغرام التاعي قصص نينا أبعثي لي في الأنستا وبعثي لي في الخاص قولي حابة نحكي لك حكايتي وأكيد أنا رح نردها لك حل سورتي والله أنا اللي مشي مقابوني في القانات تابطت أبوني ولي مشي مفعل الجرس تفاعل الجرس ولي ما زال ما دارتش جامد الدرجام وكومونتر شباب كي ما هي باي